اشتركوا في القناة ام قبل المحاسب وهو جاي يحسب زكاة الشركات او حتى اصحاب الشركات او الافراد ازاي يحسب زكاة طيب يعني ايه تعريف اصلا الاعمال تحت التنفيذ اشهر مثال الاعمال تحت التنفيذ ان انت عندك مبنى والمبنى ده لسه لم يكتمل يعني لسه في مرحلة التأسيس عملوا اللبشة وعملوا العمدان والسقف ولسه ما ركبوش بقى الطوب وبنوا وشطابوا وكلام من ده طيب بيسموه اعمال تحت التنفيذ ده اشهر مثالي ازاي نزكى الاعمال تحت التنفيذ بعد ما عارفنا تعريفها الاعمال تحت التنفيذ دي لها غرض بعد كده الغرض منها هيبقى ليه تلات انواع يا اما اننا لما اخلص المبنى ده انا هبيعه هيبقى اسمه عروض تجارة يا اما لما اخلص المبنى ده انا هستغله في المشروع يعني هاخده حط في المكاتب بتاعتي وحط في الآلات بتاعتي والمعدات بتاعتي وبالتالي باسمه غروض قنية أو أن أنا بعد ما المبنى ده يكتمل أنا هأجره هعمله مكاتب وأجره فبقى اسمه عروض مستغلات يبقى أنا بقى عندي تلت نواية أو تلت أهداف بعد ما المبنى ده يكتمل إذا كان الغرض من المبنى بعد ما يكتمل أنه يكون عروض قنية يعني هستخدمه في النشاط بتاعي أو في المشروع بتاعي فبالتالي مفهوز زكاة احنا كل مرة هنكرر الكلام على تلت أنواع دول يبقى لو بغرض الاستخدام في المشروع مفهوز زكاة طيب لو كان الغرض منه الإيجار لما يبقى يكتمل الإراضي اللي هينتج منه قلنا هيضم للوعاء النقدي بتاعي ويكون في الزكاة طيب هو لسه لم يكتمل وبناء عليه لو كان بغرض الإيجار أو بغرض الاستغلال أو اسمه عروض مستغلات فليس فيه زكاة الحاجة الثالثة وديت أهم نقطة بقى اللي احنا هنحسب عليها النهاردة الزكاة وهي لو كان عروض تجارة يعني بعد ما هيكتمل هبيعه سواء كان إداري يعني هبنيه وبيعه شركات أو سواء كان إن أنا هبيعه في شكل سكني كشواء سكنية وغيره إزاي أحسب زكاة الأعمال تحت التنفيذ بغرض التجارة؟ الموضوع بسيط جدا المبنى ده بعد ما هيكتمل ليه حاجة اسمها القيمة السوقية بتاعته يعني وليفترض المبنى ده لو هو مكتمل هيتبعه النهاردة بمليون جنيه ونسبة الإتمام بتاعته يعني اكتمل بنسبة 30% أو بنسبة 40% أسهل طريقة لحساب زكاة الأعمال تحت التنفيذ إن أنا أقول لي المليون في 40% أو 30% لنسبة الإتمام وبالتالي يطلع لي 300 ألف أو 400 ألف 300 ألف أو 400 ألف هي ديت اللي تضم إلى الأموال الزكاوية طب واحد يقول لي أنا مش هعرف أحسب القيمة السوقية بتاعت المبنى ده لإنه لسه تحت التنفيذ فملوش قيمة السوقية فبنقول بتحسب التكلفة بتاعت المواد الخام والعمالة لغاية المرحلة اللي هو وصل فيها دي طب واحد يقول لي أنا مش هعرف أحسب الحاجات دي هقول له بأنت ما عندكش نظام محاسبي وعلى فكرة دي من أكتر المشاكل اللي بتقابلنا في حساب زكاة الشركات أنه أنت لازم يكون عندك نظام محاسبي للشركة عشان تقدر في الآخر تحسب الزكاة بتاعتك بشكل احترافي يعني ما ينفعش واحد لي مسك دفاتر حسابية منتظمة أو ما عندوش حسابات منتظمة ويجي يقول لي أنا هعمل زكاة شركات أنت أصلاً ما عندكش قوائم مالية احنا قلنا أن المادة الخام بتاعت اللي أنا بشتغل عليها في حساب زكاة الشركات هي القوائم المالية قايمة تاخل وقايمة مركز المالي اللي هي بتكون نتيجة النظام المحاسبي المالي عن المتخصصين اللي بيكون عارفينها واللي هي بتكون أصلاً إلزامية من الدولة بالإفصاح عن حاجة اسمها القوائم المالية بس بتكون لأغراض حاجة تانية زي أغراض الضرايب أو غيره أنا باخد القوائم المالية وأبدأ أشتغل عليها وهي دي بتكون المنتج اللي بحسب منه حساب زكاة الشركات إن شاء الله المرة اللي جاية هتكلم عن أنواع أخرى من الأصول ممكن تكون متقدمة شوية وممكن يكون فيها أنواع مختلفة تابعونا وشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة